اشتركوا في القناة في الفيلم يصور الشيماء التي قصة إسلام أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاق على أنها مطربة ومغنية وفي الفيلم آلات له ومعازف ما هي المحاربة هذه للصحابة؟ لماذا؟ إذن هناك دس وتحريف ومحاولة تشويه للصورة من خلال هذه الأفلام التي تظهر وكأنها يطلعوا صور لعمار بن ياسر وبلال بن رباح وكذا واحد حليق حالة حالة مش وكذا يعني ما لا يدمت لا لا سمت إسلامي ولا شكل إسلامي ولا وكل حب غرام وتشويه في يعني صلاح الدين الأيوبي على بن تيمية على أحمد بن حمل يعني حتى الشخصيات البارزة في تاريخنا الإسلامي طالتها أيدي هؤلاء العابثين فيما يسمى بالأفلام التاريخية والأفلام العربية والنساء سافرات كاسيات عاريات وتشويه صورة الشخصية الإسلامية وتظهر أحيانا شخص قائد إسلامي على أنه إنسان يعني علاقات نسائية وعلى أنه صاحب غرام وصاحب عشق وصاحب كذا هكذا كان قادتنا الأجلاء وأبطالنا في الميادين وعلماؤنا في المنابر والمحابر هذا كان فيلم صلاح الدين الأيوبي يعني ينتج فيلم عن صلاح الدين تتكرر عبارة أثناء الفيلم عند مبارزتي أحد قادة الصليبين أو أدائي للصلاة ونحو ذلك أشياء يعني واضح فيها الطعن والدس حتى في شخصية قرأت في كتاب عن صيرة صلاح الدين الأيوبي النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية المؤلف القاضي بشداد رحمه الله ذكر قصة واحد اسمه عيسى العوام عيسى العوام في أيام حصار عكة وغيرها المسلمون محاصرون في عكة كان عيسى العوام رحمه الله غطاس ماهر كان غطاسا ماهرا ياخذ كتب من صلاح الدين رسائل يعني للمحاصرين في عكة وأموال وذهب وأشياء لكي تعينهم في الثبات وفي ترميم ما قصفه الصليبيون من الأسوار وإلى آخره والمؤن ويغوص قبل السفن الصليبية مثلا بالليل ويطلع من بعدها عند شواطئ شاطئ عكة وينفذ إلى أولئك المسلمين يسلمهم هذا دور عظيم لواحد اسمه عيسى العوام طاقة نادرة طاقة من طاقة إسلامية وموهبة ورجل استعمل يعني ما عنده مما أجاده أنعم الله وهبه الله إياه من الموهبة من مثلا الغطس والسباحة والمهارة وطول النفس تحت الماء هذا الرجل المسلم يعني طبعا نهايته أنه دخل مرة في البحر وغرق شهيدا رحمه الله ولكن البحر قذفه إلى الشاطئ ووجد المحاصرون معه بعد ما غرق ومات على الشاطئ الكتب وهذا فأدى الأمانة حيا وميتا عيسى العوام تشوى صورته على أساس أنه إيش؟ على أساس أنه هذه عيسى العوام نصراني عيسى العوام واحد رجل مسلم لكن كذا اللي يكتب سيناريو الفيلم واللي ألف قصة الفيلم وتشويه التحقاق التاريخ الإسلامي وطمسها وتشويه متعمد الآن لصورة المتدينين التي يعني تظهر صورة المتدين بأقبح شكل خلاص المتدين هذا إرهابي اللحية هذه يعني السواك حمل المصحف المرأة المحجبة يعني شيء واضح خلاص مجموعة من هؤلاء المسلمين يخطفون امرأة غربية وهؤلاء الكومندوز الغربيون يتابعونهم حتى يخلصون من هؤلاء الهمج هؤلاء المتوحشين هؤلاء المتخلفين الصورة علينا شغالة في الأفلام عندهم غير طبعا إيش؟ تحريف الدين نفسه يعني صور معانقة الهلال للصريب قسيس يعانق شيخ شيخ يخطف فيه كنيسة قسيس يخطف فيه مسلم يا سلام توهين عقيدة الولاء والبراء خلط الأمور على بعض إبرازل يعني المسألة دين لا وطن الجميع ما وين التوحيد والله خلق السماة وأرض ليه؟ للتوحيد وهؤلاء يريدون طمس التوحيد وخلط الحق بالباطل والشرك على يعني أشياء خطيرة جدا إذن إضافة إلى أنهم أرادوا تشويه صورة الإسلام وإظهاره بشكل أو بوجه كما يريدون الوجه السيء أيضا نجد أن لهم محاولات كثيرة لإذابة الحمية الإسلامية وإذابة العزة بالإسلام لدى من يتابعهم خلف هذه الشاشات فضيلة الشيخ فاصل قصير نستأذنك فيه ثم نعود بإذن الله لاستكمال حلقتنا مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود بقوة معنا هذا البرنامج برعاية جوال زاد والآن خدمة جوال زاد تقدم قناة زاد الصوتية يصلكم يوميا حكم شرعي معلومة نافعة قصة معبرة تذكير بمناسبة نصائح متنوعة بصوت الشيخ محمد صالح المنجد للاشتراك أرسل 5 إلى الرقم 80600 لمشتركي الجوال جوال زاد تزود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر